اشتركوا في القناة لبرج القوس يعني بداية اعياد ميلاد موليد برج القوس فكل عام وجميع موليد برج القوس بكل خير وسعادة يا رب طبعا القمر موجود الان موعد بث الحلقة في برج الميزان ضايله تقريبا بحدود يعني كم ساعة وبنتقل وباستقر في برج العقرب فعشان هيك رح نحكي عن خلو المسار والانتقال احنا من بث الحلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينتش من مساء كل يوم فمن مساء اليوم الاثنين الساعة ثنتين بتوقيت جرينتش بثها انتقال القمر لبرج القوس رح يكون الساعة خمسة وخمسة عشر دقيقة مساء يعني بعد ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة طبعا القمر اليوم رح يلان موعد بث الحلقة هو موجود في منزلة الاكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد الساعة ثمانية وسبع دقائق من صباح اليوم الثلاثاء القمر رح ينتقل منزلة قلب العقرب وهي للظفر والنصر والثبات والسلامة والربح زي ما حكينا احنا الان القمر ما زال موجود في برج الميزان اللي هو موعد بث الحلقة بعد ثلاث ساعات وربع رح ينتقل ويستقر في برج العقرب يعني احنا الان في فترة خلو مسار هي مستمرة من الساعة 11 و14 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين ورح يستمر خلو المسار للساعة خمسة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا فيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الاثنين القمر رح ينتقل ويستقر في برج العقرب عشان هيك بتصير هاي الفترة انه من نصير اكثر تطرفا في تصرفاتنا يابن نحبه بشدة يابن نكرهه بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا بهاي الفترة شراء تأمين او عاق التأمين او عمل تأمين او مراجعة شركات التأمين او قراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم وشراء بيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية ظهرت على الساحة هي زاوية ايجابية تثليث ايجابية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها حتى يوم يعني من اليوم 22-11 ولغاية 14-12 ذروتها يوم 28-11 الساعة 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في امورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في اعمالنا ومشاريعنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين الزهرة وهي تأثيراتها لغاية يوم 28-11 وهي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والادبية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين نبتون وهي طبعا مستمر التأثيرات لغاية يوم 26-11 هي اللي بتخلي او اللي خلتنا بالفترة الماضية نشعر بالتشتت وعدم التركيز وبرضو في هاي الزاوية سبب ازدياد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكتشف لاحقا انهم يبكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناول ادوية لانهم ممكن يتناولوا ادوية بطريقة خاطئة بدهم على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش او ازدياد شعبية بعض الجماعات المتطرفة او الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات او غرق بعض السفن او نقلات البترول او الحرائق او اضطرابات في قطاع صناعة وصحة اي شيء له علاقة بالسوائل الماء النفط الامور هاي برضو بتأثر في هاي الفترة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين بلوتو وهي تاثراتها لحتى اليوم يعني اخر يوم لالها بعدين بتنتهي هاي بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا والسعي نحوها وممكن يتجه اتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التزديس منفصلة ايجابية ما بين المشتري وما بين بلوتو وهاي تاثراتها مستمرة حتى يوم 16-12 طبعا بيزداد نمو الاموال والاملاك وبتزيد من كرمنا ولكن هاي الزاوية ممكن تسببنا الاحساس بالكآبة او الميل الاعجاب بالذات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي طبعا الحدث اللي رح يصير اليوم طبعا في حلقة نزلت من يومين على القناة هي عن انتقال الشمس للقوس اللي رح ينتقل اليوم الساعة 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هو صباح يوم الثلاثاء ورح يظل القمر الشمس موجودة في برج القوس لـ 21-12 في الساعة 49 دقيقة مساءا اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ما بين القمر والكواكب الاخرى فهي زاوية وحيدة هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي ذروتها الساعة 9 و24 دقيقة مساءا من مساء اليوم الثلاثاء يعني تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لغاية صباح يوم الأربعاء وبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونبتعد عن العمليات الجراحية لإلها اللي هي الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج اللي حليل الغدد التناسلية المبيض لبروستاتا عظم العانى والجينات أما باقي عضاء الجسم فما في أي مشاكل للعمليات الجراحية خلال هذا اليوم طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه مستقر في برج العقرب معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 23-11 بيبدأ خلو المسار الساعة 6 و 15 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و 15 دقيقة بتوقيت جرينتش ليستقر القمر في برج العقرب يعني خلو المسار القادم رح يكون مدة ساعتين فقط أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم في تمام الساعة 3 و 13 دقيقة صباحا بيصير 28 يوم طبعا نسبة الإضاءة الآن هي 7% يعني اختفاء للهلال فما بينشاف بوضوح إلا في بعض الدول ممكن ينشاف على شكل الهلال أو انحسار هلالي خفيف أو ضعيف جدا أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب ده تنتقل القوس مثل ما حكينا رح تستقر في القوس لغاية 21-12 هي سعيدة بنسبة 100% القمر في العقرب حتى يوم 23-11 والآن سعيد بنسبة 15% ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 10% ساعة الظهر بيصير منتحس بنسبة 40% ساعات المساء برجع منتحس بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 60% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر اليوم في البيت الثامن لكم فعشان هيك بيحملكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو قرد أو حتى ميراث مثلا أو ديون قديمة صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم شيء أنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ بعضكم رح ينشغل بمعاملات أو ملفات يعني حكومية أو قانونية أو يعني أوراق مهمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بينصب تفكيركم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا تحافظوا على هدوء أعصابكم لأن القمر موجود مقابلكم تماما وهذا الشيء بيضغط على أعصابكم فعشان هيك بتكونوا تحافظوا على نبرد صوتكم ما تصرخوا ما تعصبوا لا تعرضوا لقاءتكم للفشل اتحملوا هاي الفترة لأنه فيها بعض التوتر برضو بتحمل هاي الفترة ضغط فعشان هيك لأنه القمر مقابلك تماما فبسحب من طاقتك فبدك تحاذر من الخصام وما تعادي أحد اتجنب الخلافات كليا لأنه خصمك في هاي الفترة بيكون قوي وطباعك ما بتكون هادئة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة فطبعا بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمالكم المتراكم اليوم اللي العمل راح يكون في بعض الضغط أو انشغلات كثيرة ما بتقدروا تنجزوها بالكامل فعشان هيك بتكون تنظموا أعمالكم بشكل جيد وتنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر بترتاحوا لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة بعض الأعمال راعي بظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع أو تتحسن الأحوال ولكن حاول أنك تبعد عن أي خلافات لها علاقة بالعمل أو زملائك بالعمل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة على الانشراح على العاطفة على الحب وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا طبعا اليوم بيحمل فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم شيء أنه ما تخافش من شيء حاول أنك تتقدم ضع مخاوفك جانبا ما تتهرب من أي ارتباط أو مسؤوليات الأجواء مناسبة للتلاقي للتعارف للحب للغرام وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا فلازم تستغلوها بكل إيجابية وكل طاقة إيجابية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكو في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا لا تقرب من أفراد العائلة أو لمد يد العون لإلهم أهمش أنك لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك ابتنهمك بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وممكن تدمر لأقل الإشارات طبعا الإنشغالات كل هاي العلاقة بالبيت والعائلة ممكن تظهر بعض المشتريات أو التصليحات ترميمات أو حتى خلافات عائلية أو التزامات اجتماعية عائلية هي اللي راح تأثر عليك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم نشاط عالي جدا من الآن راح يبدأ هذا النشاط تشعروا فيه فتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات الحوارات برضو هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع الإخوي أو الجيران طبعا عندك سرعة البديهة عالية جدا والطاقة قوية جدا اليوم بتنجح بأي مفاوضات وممكن اليوم تكون بمفاوضات حثيثة ومفيدة تقدر تعبر عن رأيك وتفاوض بجراء تتميز بسرعة خاطر وقدرة على إيجاد الحلول وقدرة على الإقناع طبعا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق راح يبدعوا ولكن ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات اللي لها علاقة بالسيارات وانتبهوا أثناء حركتكم من بعض الإصابات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى ثقة بالنفس بتختفي الهموم وتطمعين هواجسك هذا اليوم بتقدر أنك توظف أموالك بشكل حكيم وممكن تحصل على بعض الأرباح اللي بتيجي من دعم هبات عمل إضافي من جهة أجنبية أو غريبة أو حتى مستردات مالية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم أنتوا طاقة عالية جدا وخصوصا من بعد قليل لما القمر يوصل لعندكم لو من موعد بث الحلقة ولكن طيلة اليوم عندكم نشاط وحيوية وبينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر بإمكانك تبادر لخطوة جديدة من شأنها أنت دعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة اليوم بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف عندك وبتزدهر طبعا ممكن تتلقى مفاجأة سارة خلال هذا اليوم أو ربما تفرح لحدث كبير تعتبر هذه الفترة فترة من أفضل أيام الشهر بإذن الله تعالى برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر خلص وصل لبيت المتاعب اللي هو لبرج العقرب فعشان هيك موليد برج القوس اليوم بشعره بطاقة ضعيفة جدا طبعا هذه الفترة تعتبر فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لأن القمر في بيت المتاعب رغم عدم وجود أي مخاطر إلا أنه بتشعر النطاق تخضعي في حاول أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة ابعدوا عن المؤامرة والرهان على الحض ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش إنك ما تجازف بسلامتك لأنها هاي فترة فارغة من الحضور برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ما ممكن أصدقاء أو معارف أو علاقات اجتماعية أو يتوجه لكم مثلا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق وتعتبر هاي فترة مميزة للتحالف للتعاون للمشاركة الفعلية بتقدر تقتنص للوقت الإيجابي لإعلان رأيك للحصول على موقع معين أهمش أنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة وخلي دائما لقاتك الاجتماعية هي الهدف الأساسي في هاي الفترة لأنه كل الفائدة من هاي الأمور برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم أو علاقاتهم مع المسؤولين وطبعا اللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونير رضى المسؤولين خلال هذا اليوم ولكن بتكوا تحافظوا على هدوءكم حولوا أنوا ما تثيروا المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك أهم مش أنك ما تضعف وما تستسلم ما ترتكب الأخطاء ما تخالف القوانين والجازف فعشان هيك بدك تحافظ على رصانتك وتتمسك بمسؤولياتك قدر الإمكان لأنه هذا بيت السمعة فبدك تحافظ على سمعتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم يبيصلكم خبر من بعيد أو بعض موليد برج الحوت ممكن يصلهم خبر من خارج البلاد أو من جهة أجنبية ولكن أغلب موليد برج الحوت اليوم بينشطوا بالاتصالات البعيدة الحوارات الأمور اللي إلها علاقة بالفلسفة بالدين بالنقاشات بالامتحانات الجامعية وأيضا بتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم يعتبر هذا يوم مناسب لإجراء مقابله وممكن تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه اليوم ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار وتعتبر هاي فترة مميزة جدا بتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة أو اتصالات جديدة أو معلومات جديدة أو خطوة جديدة في حياتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر